أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتزديد احتياجاتك إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عمل مارسه هو المحبة المرأة الفاضلة هي تاج لبعنها المرأة الفاضلة هي سمنها الذي يفوق كل الأهل من الأراضي المقدسة من الأدس والجليل من بحير التبرية والمغتس المكان اللي يسهوع المسيح ظهر لشاور وحوله إلى بولس دايماً العابد حاسس أنه مرفوض لكن ابن حاسس أنه مأبور الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جداً أعرفي أن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي ايه التغيير اللي هيعملوا في حياتي؟ ما كده يخرجني أماكن كتيرة برا أول ما سمح سوط عصفين أتذكر الفدة إزاي؟ كل ما تفتكروا مش قادرة تغفر له بالرغم من أنه مات في الناحية الطبية أنه أنا هون فقدوني مهت مد أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة النهاردة عندي دعوة خاصة جداً لكم دعوة للصعود تيقوا نصعد مع بعض؟ تعالوا نشوف إزاي ممكن نصعد مع بعض ديف الحلقة النهاردة الأخ عبدالله لعرج الأخ عبدالله رب دا له كتاب اسمه جبل سهيون فيه إعلانات جديدة بس معتعاش قبل كده عن الصلاة وحياة الصلاة عن الصلاة كمفتاح وإيه الفرق بين المفتاح اللي أنا بصلي به وبنشوفه آيات وعجائب ومعجزات ونهضات لكن المفاتيح اللي أنا أعرف استعملها علشان صلاتي تكون بتوصل وصلاتي تكون مغيرة وصلاتي تكون مؤسرة النهاردة حاجة من الحاجات اللي هنتعلمها إزاي إحنا نسعد لأن بنشوف الكتاب مؤدس بيتكلم عن تعالوا نسعد إلى جبل الرب السعود دا هناك بيكون في صلاة أهلا وسهلا بيك أخ عبدالله أهلا يا أخت إبيت شكرا ميك تعالوا نتكلم وإدعينا وخدنا معاك علشان نسعد ونقدر نصلي في مكان عيلي إزاي يقدر نصلي في مكان عيلي؟ أمين يعني الناس عادة لما دايما تتصلي تيجي تصلي على طول لما نقرأ في الكلمة بالزيد في العهد القديم نبتدي نصلي على طول دي مش أول حاجة أول حاجة دعوة إلى مكان يا رب من ينزل في مسكنك من يسكن في جبل قدسك يعني في دعوة إلى مكان فيقول مثلا في نشيد الأنشاد 2-14 يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل فهو قبل ما يشوفها يقول لا أشوفك وأسمع صوتك تعاليلي في حتة معينة في محاجئ الصخر تعالي نتقابل بس نتقابل فين دي محاجئ الصخر محاجئ الصخر حتى عالية في الجبال أعلى حاجة حيث يسكن النصور فدعوة للصعود في مقطع كده بيتكرر في موجود في أشعياء وموجود في سفر ميخة أصحى 4 في سفر أشعياء أصحى 2 ومن عدد 2 بيقول كده ويكون في الأيام الأخيرة أن جبل بيت الرب يكون تابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال يعني ده موقع موقع ويجري إليه كل الشعوب وبعدين بيقول وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب يعني المكان العالي ده رمز إله بيت يعقوب الحت اللي عايز نتقابل فيها فيحصل إيه؟ فيعلمنا من طرقه فنسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أرشاليم كلمة الرب صهيون ده جبل وده رمز مكان اللقاء مع الله في الآيات دي فيه أربع حاجات في دعوة إلى الصعود إلى مكان وده لما قالوا هلما نصعد إلى جبل الرب الجبل ده فوق كل الجبال يرتفع فوق التلال بيقول دي تاني حاجة تالت حاجة إيه اللي بيحصل لما نصعد هناك يعلمنا من طرقه فنسلك في سبولي في تعليم خاص من هناك غير لما احنا تحت ورابح حاجة إزاي نصعد طب نبتدي بأول حاجة دعوة للصعود أسمع إزاي إنما تعالوا نصعد يا هل ده مثلا في مكان عملي يعني تعالوا أنا بسحى الصبح عشانا نقضي وقت مع ربنا بروك في مكان معين وأنا فقطي مثلا بطريقة معينة ولا بطريقة عملية إزاي بطريقة عملية أشرح الحتة دي في العائد القديم كان بيصعدوا إلى جبل حقيقي ملموس ليه لأن ربنا كان لسه ما نشقش الحجاب عشان ندخل إلى الأقداس الحقيقية فجاب لنا شبه الأقداس عشان نفهم بشكل ملموس كرمز إعلان عشان كده في سفر العبراني يقول ما جناش لجبل ملموس مضطرن بنار لكن بيقول أتيتم إلى جبل سهيون إلى مدينة الله الحي أرشاليم السماوية فلسه بيتكلم في رسالة العبرانيين عن جبل بس بين الرسالة اللي عايزي أقولها من خلاله ومش لازم حاجة مادية مكان لكن مستوى روحي حتة روحية نكون بنصلي من خلاله وعلشان أنا أصعد ما ينفعش أصعد وأنا شي لشيل تقيلة لا ما ينفعش أصعد وأنا شي لشيل دي هنتكلم عنها إزاي أصعد لكن في حتة أنه ربنا دعوة إلى الصعود وده اللي قاله في نشيد الأنشاد يا حمامتي في محاجئ الصخر أريني وجهاكي بيدعوها إلى حتة معينة حتى لما كلمنا في حلقة عن الفرق بين العابد والمتشفع والمحارب لو خدنا بلنا حنلاحظ أنه التلاتة بيتحركوا من حتة عالية يعني إبراهيم لما حب يقدم إصحاق قدمه في جبل المرية موسى لما كان بيتشفع ليشوع في خروج 17 في حربه مع ماليك كان واقف على رأس التلة إلي في مواجهته مع أنبياء البعل كان على جبل الكارمل على جبل الكارمل في حتة عالية فكل المواقع دي مواقع العبادة والشفاعة والحرب الروحية أول حاجة قبل ما نعملها نحن نحتاجين بس نتموقع في المكان للمفروض نصلي منه نعبود ولا نتشفع ولا نحارب عشان كده دايما لو حد بيبص يلاحظ في العاد القديم من دعوات الصلاة أو نصلي دعوة إلى مكان دعوة إلى مكان كل مشاهديننا النهاردة مدعوين لمقابلة خاصة جدا مع إلهنا ومع حبيبنا في مكان أخي عبدالله إحنا طلعين بنسعد آه وإحنا طلعين بنسعد طلعين لجبل فوق كل الجبال آه فوق كل التلال يعني مكان عالي قوي آمين فيه المكان العالي ده والمكان العالي ده ليه بيقول فوق كل التلال لأنه إحنا عارفين أن مصارعاتنا ليست مع لحم وذن بل مع رؤساء مع الصلاطين مع ولاد العالم على دول متهى الظهر مع جناد الشر روحية في السماويات ففيه في الجو الروحي سماويات مليانة شياطين فأنا لما بصعد بصعد في حتة أعلى من الشياطين عشان أبقى في موقع ما فيهش سماوات مقفولة ما فيهش إعاقة ما فيهش تعطيل أنه في ناس كتير بتصلي بس تحس كأنه في حاجز دنيا مش مفتوحة في تعطيل فده أهمية أني أنا أصعد لحتة أعلى من سماوات الشياطين مسكنها عشان أعرف أنه يحصل في تواصل مع الله في العبادة عشان أعرف أتى الشفاء عشان أعرف يكون لي سلطان عليهم معروف أوي في حاجة علمية يعني أنه في قمة الجبال ما فيهش تعبين يعني بتوصل لمرحلة معاناة والتعبين ما تقدرش تطلع ده في الناتشرال جيوغرافي يعني لكن إحنا بنتكلم من ناحية روحية فيه أماكن موجودة فوق 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 كل رياسة وسلطان هو فوق كل رياسة وسلطان فبيحصل إيه لما نصعد بياخدنا في حتة أعلى منه نرجع لحتة إيه اللي بيحصل لما بصعد اللي بيحصل اللي بيحصل هو بيقول كده فيعلمنا من طرقه فنسلك في سبله يعني التعليم موجود هناك فوق وساعتها نعرف نمشي في الطرق بتاعته أوكي إيه اللي بيحصل مثلا إيه يعني لو عايز أنا أفهم كلمة ربنا أوكي في حاجة اسمع علم التفسير أوكي ده حاجة كويسة مش حاجة غلط أنا درست علم التفسير وحب أستخدم مبادئ تفسير الكلمة إني أفهم بس الكتاب مش مجرد قواعد أفهم الكتاب إعلان فأنا لو أنا تحته بطبق القواعد مفيش الإعلان عيني بتبقى بقفولة مش قادر أوصل للحق الموجود والكنز الموجود هناك تبديني مثل أديك مثل مثلا ناس كتير بيختبروا الأمر ده إنه آية يكونوا حفظينها وعارفينها سنين طويلة وفجهة ييجي حد يشاركها معاهم من حتة وهو في الحتة دي أو لو تيجي فرصة هم صعدوا الحتة دي وروحوا شايفينها بطريقة مختلفة نوارت قدامهم فهموها بطريقة مختلفة شافوا اللي ما شافوهش قبل كده خالص وابتدوا عنهم إعلان عنه حاجات ما جاتش على بالهم ده لما نصعد فوق يعني كل الكتاب محتاجين نصعد فوق حتى يعني حهمنا في الكتاب قرأتنا وقت قرأتنا في الكتاب محتاجين نكون فوق حتى لو يعني اللي دارس علم تفسير وعايز يفهم لازم يبقى من فوق لكن لما نيجي الحتة خاصة زي سفر الرؤية سفر الرؤية ربنا خاد يحنى كده في الروح فأنا تحت وعايز أفهم حاجة أعطيت ليحنى هو فوق مش هفهم مش هعرف ده إعلان ده روح ده العيو في حاجة اسمه الاستنارة حاجة بتكشف قدامك فأنا طبعا لازم أكون حادر وما أقولش أي حاجة أفسر أي حاجة وبالذات السفر ده سفر نبوي رؤياوي يعني مش سهل بس إزاي أعمل البالنس ده أخذ قواعد أساسيات لكن أفسره من فوق الروح القدس يكشف لي الروح القدس يبتدي يكشف وانت في المكان اللي فوق في الكتاب في الإراية بتاعت الكتاب يعني إرايتنا في الكتاب المؤدسة أوه إحنا طلعين وبنسعد وبنعود قدام الرب بالكتاب دي حاجة من الحاجات يعني أنا بقول لما بنصعد إيه اللي بيحصل حاجات كتير بتفرق دي واحدة من الحاجات فهمنا للأمور بيبقى مختلف تماما يعني يعني مثلا في أحد المزامير بيقول كده فتكر مزمور 73 صاحب المزمور متغاز كده بيقول أنا باتق الله بطلة ليه لأني بشوف الأشرار في سلامة وعندهم أكل وصحتهم كويسة وكل حاجة كويسة مش حاجة مشاكل عندهم فكأنه في غير ابتدت تحصل جوا فقل إيه زكيته نفسي بطلا يعني كأنه ملوش لازمة اللي أنا بعمله بيقول حتى دخلت مقاضي صلى اللي حصل هنا وهو تحت رؤية متشائمة شايف ملوش لازمة للعبادة ولا أنا بعمله لما دخل مقاضي صلى لما صعد إلى الحتة اللي المفروض يتحرك منها الرؤية اختلف هناك بيأثر على أنا شايف الدنيا ازاي وشايف الأمور ازاي أنا شايف وأنا بفكر ازاي ها يعني في التفكير يعني هو كان بفكر ايه ده هم كويسين كده يعني هو ابتدى يفكر بدماغه وانا اللي بعمله يعني فيديته ايه لكن ما صعد هناك تفكير وتغير يعني المكان هناك بيأثر على نفسيتنا في مشاعرنا في ذهننا بالشاي بنشوف الأمور وبندرك الأمور في أروحنا في ارتفاع عارفة لما نكوش في ارتفاع في الأروح تحسي بتقل كده على كتافك على ذهنك كاتم حاجة كاتم على فو تحسي بحرية وباتساع وبقى الجنحة وطيرة في السماء واو احنا عايزين نطير في السماء بس خلينا ناخد الفاصل ونرجع نتعلم ازاي نطير في السماء او ازاي اننا نسعد تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرتين بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك تابعوا اخر اخبارنا موعيد برامجنا التلفزيونية مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها وشاركونا باراءكم وتعليقاتكم كما يمكنكم ارسال تلباط الصلاة من خلال رسائل الصفحة كما يمكنكم ايضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة ارشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الاراضي المقدسة والشرق الاوسط وامريكا كذلك نرحب بكل اراءكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج ربنا دعانا اننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية علشان كده بشجعكم انكم تبعتوا طلبات الصلاة وهنبعتها لمجموعات الصلاة والمتشفعين في كل مكان بنروح فيه في العالم بناخد طلبات الصلاة بتاعتكم في الاراضي المقدسة وهناك بنطلب من الرب انه يلمس كل احتياجاتكم ويستجيب لطلباتكم طلبات الصلاة كمان بتروح لحوائط الصلاة في الكنيس اللي فيها صلوات مرفوعة 24 ساعة تقدروا ترسلونا بطلبات الصلاة في اي وقت على موقعنا في الانترنت www.infadela.org او في الايميل info.infadela.org رجعنا من الفاصل ودلوقتي هنشوف هنصعد ازاي ازاي هنطير ازاي هنطلع على الجبل العالي اعلى قمة في الجبل الصعود لأعلى قمة ايه؟ اول حاجة انا اصلي انه ربنا يفك شهيتي الروحية اني ابقى عايز اصعد يعني اصلي هطلب هقوله يا رب اديني شهية اه ليه؟ لانه في عارفة لزاي ما تكونيش اكلتي اكل بس نفسك مسدودة العدو بيقفل شهية الناس فربنا يدينا حرية مشتقيل ليه؟ لانه في ناس كتير عارفة هنا في امريكا الفاست فود كتير فالناس ايه؟ عايز اتخلص بسرعة وارمل اطباق الناس مشهولة فبعا ربنا منفعش حاجة فاست فود يعني يعني لو انا عايز اصعد معناها تضحية معناها اكرس وقت انا مشغول طول اليوم اعمل ايه؟ فانا بضحي ايه؟ اصحار بعد الصبح اصلي فاضغط على نفسي بعد شوية بيقولوا في نظام كده وبيقولوا هدي في الجيش انه لو عملت حاجة 21 يوم بتبقى جزء من حياتك سهل كل الكتب النفسية بتقولك العادة اي عادة نتعود عليها في 21 يوم 21 يوم بتبقى جزء فايه؟ اضغط على نفسي اني انا اصحى وخصص الوقت ده فمش وقت سريع كده فتاني حاجة اصعد ازاي؟ حاجات عملية اعملها؟ واحدة من الحاجات ايه؟ مثلا اروح اقرأ في الكلمة اقرأ مثلا حسب مثلا مرة عملنا مجموعة خلصنا من المزامير من الاول الاخر فاعدة واحدة بصوت مسموع ايه اهمية ده؟ الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة كل ما انا بانطق الكلمة بصوت مسموع كل ما في حياة بتطلق جوايا وحواليا وفي السماوات فؤيا روح وحياة روح وحياة روح وحياة فده بينقلني لإيه؟ كأنه في عارفة التوربيلونس دي اللي بتلف كده من الروح والحياة بقى مسحوب كده خلاص بعدي حتة التشتيت وإيه مش قادر أركز والصلة بتبقى في حتة مختلفة مثلا دي حاجة من الحاجات أعملها أقضي وقت أصلي بألسنة يعني الرب دانا نعمة نصلي بألسنة بالروح فلما أنا أقضي يصلي بألسنة من يصلي بلسان يبدع نفسه من يصلي بلسان يتكلم بأسرار فالأسرار السماوية دي أنا عايز أتنبأ أنا عايز كلام علم أنا عايز تمييز فلما يصلي بألسنة وأخذ وقت بتبقى جزء جوايا بتبقى أقرب ليا بيبقى سهل أميز أسهل أخذ كلام نبو وصلي بألسنة أقضي أسبح تصبيح مهم قوي أسبحه في حاجة بتحصل في حتة صعود دي دي حاجة مهمة أول وقت أو أول ساعة أو ساعتين بتبقى أصعب حاجة ممكن أنا لسه مش حاسس أن في الروح في الحتة دي مصحوب خلاص والدنيا تبقى سهلة أجاهد في عرفة مش حاسس ترنيمة عايزة تطلع ممكن أنا بقى صوتي جميئة مش صوتي أنا برنم صوتي مش جميل يعني زي المرنمين بس حد مثلا حافظ ترنيمة يجي فجأة مش قادرة تطلع أروح زائق نفسي ورنمها مش قادرة أصلي حتى بالألسنة هي لغة الروح مش لازم أفكر بس تيجي كده مش عايزة تطلع أروح زائق نفسي وأكلم بصعوبة بس هطلعها مش هستسلم إيه اللي بيحصل هنا عشان أدرك تقل بيحصل أنا بكون تحت السلطان تقيل سماوات مش عايزاني أعدي فأنا لو استسلمت وقفت وده اللي بيحصل بنزل مش بس بنزل الروح ده بياخد سلطان أكتر أنا استسلمت لكن لما أفضل أزق وأصارع أنا بخترقه وباخد سلطان علي أمين يعني ساعات كتير أبقى صحية بترتيلة معينة جواي أه وصحية مش قادرة أرتل أه بروح مش أغلاها على اليوتيوب أول ما بتدي أسمعها على اليوتيوب أبتدي أرتل معاها وحس إن أنا باسعب وحس إن أنا فيه بتنقل نقلة أه دي برضو طريقة دي حاجة من الحاجات مش قادر حط مشغل ترنيمة مشغل كتاب مقدس مسموع حاجة جميلة يطلق الروح والحياة فبتدي شوية شوية هي تساعدني أدخل فدي زي مفاتيح الصعود إيه أعمل إيه وبس هي مش سهلة يعني حتة صعبة يعني لازم أجاهد ما أستسلمش يعني ده اللي بيحصل لإني ناس تبقى حسة بتقل خلاص أولى صلي بعدين وتروح إيه تكامل لا يعني ومهما كان حد ده الحاجة المهمة أول مهما كان حد متعود على الصلاة تيجي عليه أوقاتي بقى حاس فيه فتور مش قادر مش قادر فيه تقل ليه؟ لأنه أوكي ربنا أداني أخترق سمة كده فوصلت حتة واشتبكش فيها عايز ياخدك في حتة أعلى عشان تدخل في حتة أعلى بتواجه سلطان أعلى لأن الشياطين دول سلطين ورتب ولاة وأجنات فكل شوية لو أنا عايز أصعد ما أفضلش في الحتة اللي أنا فيها فلازم بيبقى في مواجه أعبد أزق نفسي عابد أزق نفسي أعبد مش عايزة تطلع أطلع تعبوذك عارفة ممكن أنا برامنمها بسهولة وتبقى طلعة لما يبقى تقول مش طلعة مظبوط عشان مش قادر بس أعود مش أستسلم لكن لما وفيه ناس بيسألوا مثلا سؤال بيسأل إزاي ممكن تصلي ساعتين أربع ساعات ما هي دي في الأول صعبة عشان هما لسه عايشين في الحتة التحت بيستسلموا بيحسوا بالضغط ما يكملوش لكن لو أنت كملت بيدخل في حتة تبقى مسحوب في الرعاية اللي بيحصل ده تبقى عايز توقف مش قادر أساسا مهما عديد ساعة بتنسى موضوع الساعة لأنه بيحصل داونلاود بيحصل أنه روح قدس بيسكو بالإعلان تصلي ليه وتبقى أنت بتطلق يسكو بيحصل وتدخل في دايرة كده من الساكيم ومن علاقة من روح قدس والشركة معاه بالنسبة للعابد وتكشف عينيه في حاجة بيقولها مثلا عن العابد أو عن الملائكة مليانة عيون يعني تشوف 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 فبيحصل لأنه العبادة جاية منين مش بس سمعت حاجة أنا شايفه فبقول من اللي أنا شايفه فتخيلي بقى الملائكة عمالة تقول بالليل وبالنهار نفس الجملة قدوس 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 رب الجنود مش قدريه بطلو مش قدريه بطلو مزيقتوش مملتوش ما هو شايفه قدوس وكل ما بيقولها بيحصل ما جتشايفين قدسه ما هو غير محدود قدسه غير محدودة أنا الملائكة دول اللي عبر ملايين السنين وعمالين قلوها لسه ما وصلوش للآخر من قدسة ربنا وكل ما يقولوها يروح في حاجة كتشف ده اللي بيحصل لما أنا أعدي كعابد وزا بقلقول الملائكة عندها عيون يحصل عيون مش بس عينين عندنا عيون دي السنين وعيون أزهنة ويحصل كده ابتدي شايفه فروح أتكلم عنه واتغزل فيه واحبه وروح كاشف أكتر فروح مليم الكاشف وما خلصش أقعد هناك إحنا مش عايزين ننزل لكن أنا عارفة إن في مشاهدين كتير ممكن يقولوا معلش دينا خطوات عملية الخطوات العملية هتبقى محتاجة اختيارات وإسرار مننا إننا هنكمل فأول حاجة عشان أدخل وأصعد لبيت الرب أو أصعد لجبل الرب أو أصعد لأعلى مكان أخذ فيه اللي ربنا عايزي تدهوني وإن أنا أصلي فعلا أول حاجة أبعد عن any destruction أبعد عن أي حاجة بتشتتني التليفون قلنا الفيسبوك طب لو أنا عندي ولاد هعمل إيه هصحى بدري وهم نايمين علشان بسمعشو صوتهم وهم بيصرخوا أو ماما دينا كذا ماما عمالي كذا هصحى بدري دي تضحية دي تضحية إن أنا هصحى بدري وهلزم نفسي إن أنا أصحى بدري لو أنا مش هضحي يعني حط وقت مش هطلع فيه أي حاجة تانية غير اللي قلناه الكلمة معايا الكتاب طبعا معايا دفتر وورقة بكتب ربنا بيقول لي إيه بيقول إيه ده بيساعد كتير ده إعلان أنا لما بكتبه كأني بخطه بإيدي يعني بقطلب أكتب أسبح أصلب ألسنة وساعتها ربنا بياخدني بيقدني بس في حاجة تانية إيه غير إني أنا فيه ناس بيتفكر فيه خلصت الخلوة أنا دلوقتي عندي حاجات تانية لو أنا في العربية ماشي مشوار ساعة ساعتين أنا بأعمل إيه أو في راكب الأوتوبيس أو راكب المترو فيه اتصال فيه في العربية مشغل العبادة بسمع وعظة أتبارك بيه وتشجع تساعدني أطلع أصلي في السكر بأعمل إيش حاجة اللي أعرف الواحد طلع بالعربية وما حددش هيعمل إيه في الوقت ده اللي بماغه توديش مال ويمين بستفيدش منه لكن أدرب نفسي أستفيد من كل مستني ابني جنب المدرسة بقى السنف أنا وصلت لسه خمس دقايق أصلي فيها عارفة اللي هو الاستمرارية الاستمرارية بس من الحياة يعني حد بيتكلم معه على طول على طول على طول لكن ده اختيار أنا عارفة أن وقت الحلقة خلص لكن دايما بنقول في نهاية كل حلقة أنا علي الاختيار أنا هصر أنا أخذ قرارات جدية أنا هضحي أنا هبزل كل مجهود علشان أطلع للجبل العالي علشان أتمتع بكل اللي هو عايزي دهوني وأقدر أكون مغيرة في الأرض إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنانج المرأة الفاضلة فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان آنسة هي كانت أو جدة أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان